مساء الخير على حضراتكم حوافز ضريبية غير مسبوقة في تاريخ مصر ده أهم ومن أهم العنوين الاقتصادية اللي حصلت في آخر 24 ساعة الرئيس السيسي كان نوجه بالأمس الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز كنا استعرضنا مع حضراتكم الخبر وما جاء فيه من توجهات للرئيس في حلقة إمبارح تعالوا كده نفكر بعض بيها مرة تانية أول حافز كان الإعفاء من كافة أنواع الضرائب بعد ضريبة القيمة المضافة حتى خمس سنوات للمشروعات الصناعية اللي بتستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية ويصدر مجلس الوزراء قرار تفصيلي بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها ثلاث سنوات الحافز التاني كان إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات أضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط أنها تحقق مستهدفتها وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط اللي بيحددها أيضا مجلس الوزراء تالت حافز كان موجود معنا إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض بتصل لخمسين في المية بشرط تنفيذ المشروع في نص المدة المحددة لي رابع حافز وآخرهم هو التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات اللي بتستهدف تعميق التصنيع المحلي حوافز ضربية غير مسبوقة لكل المهتمين بقطاع الصناعة والاستثمار والإنتاج المحلي